اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده رسالة لوجود امراض ممكن تظهر في الوقت الحالي ده تتشابه مع المشكلة اللي موجودة معنا سخنة انت اولا اه اه هبص فيه قلق وفيه حالة زورة عند الناس كلها صحيح اي حد دوقتي بيكح بيتخيل انه هو عنده كورونا صحيح اي حد بيعتص بيتخنه وعنده كورونا صحيح اي حد ده اكتحرط بيترفع بيتخنه وعنده كورونا خلينا نتفق ان دايما تغيير فصول السنة بتنتشر امراضي الحساسية سواء كانت حساسية جوب امفية او حساسية سيدر وممكن بيقى فيه حالات نازلات شعبية وخلينا نقول دوقتي فيه كورونا تمام خلينا بقى المحور الفقرة بتاعتنا النهاردة عايزين نفرق ما بين الحساسية والنازلات الشعبية وكورونا من حيس الارض نبتدي قوي بالحساسية طيب احنا نبتدي الاول من الحساسية خلينا يعني نربطه مع بعض عشان الصورة تبقى واضحة تمام نقول يعني مثلا النازلات البرد لو نتيجة الاصابة نتيجة للبرد او نتيجة الاصابة بالأنف الونزة او نتيجة الاصابة بالكورونا او نتيجة بالحساسية أنا عندي كده اربع أنويل رئيسية تمام فيه بينهم تداخل تداخل في المراحل الأولى عمتاً ما بقدرش أفرق بينه يعني إذا صعب جداً في المراحل الأولى للمرض بقدرش أفرق بينه دم معنى لنأي مثلاً في النزلات البرد إيه الحاجة اللي بتسبب نزلات البرد؟ ده عندي حوالي 200 فيروس بيسبب نزلات البرد بيسموها حتى الفيروسات الأنفية ده 200 فيروس عند الإنفلونزة عندي 3 أنواع رئيسية نوع اسمه الإي والبي والسي الإيه ده اللي هو بيسبب الأنواع اللي احنا عارفينها بتاع H1N1 و H5N1 الفرنزة الطيور و الفرنزة الخنازير دي اللي هو النوع الإيه النوع البي اللي هو النوع الساري أو النمط اللي موجود اللي بيسيب الإنسان ده اللي هو أكثر شهرة النوع السي نوع نادر شوية أو قليل الإصابة بيه الكورونا احنا عارفينها اللي هي أنواع معنى من الفيروسات برضو أنواع تاجية الفيروسات التاجية اللي هي طبعاً منها أنواع كترة جداً هي في الاصل كانت بتسيب الانسان ولكن ويطلع منها تطور حاصل الميرس واللي هو الميرس كوفي كو واللي هو السارس واللي هو المستجد اللي هو كوفيد 19 طيب خلي نقفلي من الكورونا اعراض الكورونا عايزين نقول عشان برضو نربط الكورونا بالانفنوانزا اللي عاملة قلع عشان نقول والله لو انت لقيت درجة الحرارة عالية اللي اتنين فيه بدرجة حرارة عالية عشان برضوكتل احنا متفقين لان كتير بيقولك في درجة حرارة هنا لا هنا عالية هنا عالية اللي اتنين فيهم درجة حرارة عالية عالية اللي فوق 38 عالية فوق 38 طبعا لكن لكن عندي ايه لو انت عندك درجة حرارة عالية وعملية التنفس بتاعك شغالها كويس ما فيش مشكلة خالص يعني ما فيش مشاكل قادة تتنفس وقادة تتعامل يبقى دي 99% غالبا ما هيش كورونا يبقى درجة حرارة عالية لكن انا التنفس بتاعي فيه مشكلة فيه مشكلة لو حصل فيه مشكلة يبقى كده دخلنا في مرحلة في الكورونا يعني اشك انه ممكن يكون فيها كورونا لكن لو التنفس بتاعي شغاله بيتحرك لا اكده ما فيش اي مشكلة غالبا بتبقى دي أنفل وانس تعالي اتحالي حاجة تانية مهمة جدا السعال او الكحة الكحة في الكورونا بتبقى بسببها الكحة اللي هي الجافة ناشفة فاش اي بلغب خالص لو حصل بها بلغب يبقى احنا كده في الغالب دي ما هيش كورونا دي بتبقى انفلوانزا عادية عندك برضك اللي بينضمن الحاجات اللي هو القلم في الحل الاتنين اه فيه التهاب الاتنين فيهم التهابات في الحل لكن التاني التهاب في الحل في الانفلوانزا بيبقى فيها التهاب في الحل وصعوبة في عملية البالة انما ممكن ما هيكونش يمكن فيه التهاب ولكن بسيط الكورونا ممكن مايكونش فيه التهاب اساسي لأ يعنى الكورونا فيها اطفاء البالة مQuéال لغب خالص مفيش التهاب في الحل ممكن يبقى فيها ويبقى بسيط تمام يعنى ممكن بتستشعرش به اساسا تمام لكن في الانفلوانزة بيبقى فيه التهاب في الحل مضاف اليه كمان صعوبة في عملية البالة بيبقى شديد جدا نيجي بقى ليه الجزء الخاص بالرشح والعطس اللي هو السالان نلاقي في الأنفلوانزة ان الرشح والعطس ده بيبقى بالكيمية كبيرة جدا يعني كذا مرة بيحصل بيحصل بشكل كبير جدا انما في الكورونا ممكن ما يحصلش خالص ممكن ما يحصلش حاجة بسيطة جدا انما في الأنفلوانزة فيها افرازات سوى كان برأ او جوة ليه لانه هو في الأنفلوانزة بيكون فيها حصل الاتحابات في الجيوب الأنفية ويمكن يكون حصل دهبات في الأخشاء المخاطية كل الكلف ده كله بيساعد في وجود إفرازات يبقى أنا عندي درجة حرارة عالية ممكن يكون درجة حرارة عالية وفي عملية تنفس كويسة ده ممكن بيكونش كورونا ده مش كورونا في الغالب مش يكون كورونا لما يكون عندي سعال سعال في بلغم ده ممكن بيكونش كورونا عندي برضو لو أنت عندك اللي هو ألم في العضلات الأنف الوانزة تتميز اللي هو بيقول لك أنا حاس أن جسم كله مكسر إنما كورونا ممكن لا الكورونا ممكن لا بس هو المفروض أن درجة حرارة بتبترفع ده بيصحابها أن الواحد بيبع عنده مشكلة في العضلات لا ما هو حضرتك أنت يعني يقول لك أن جسم محدود هو جسم محدود عشان درجة حرارة عالية ما هو حضرتك الجسم محدود عشان درجة حرارة عالية لأن ده الجهاز المناعي شغال لكن إحنا بنقول في الدرجة حرارة لو بدأت قش 39 ميون تطالع طب الاستجابة في درجة الحرارة يعني أنا لو خدت قفضات الحرارة واتفقنا إن إحنا بنفضل برسة مول هل بالكورونا بتستيبر لا 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 الكورونا لها بنتقول علاج مختلف تماما لا يعني أنا عرضها أنا سخنت أنا مش عارف لسه عن خدت برسة مول درجة حرارة نزلت هل ده مؤشر ده مش كورونا لا مش مؤشر بقى لا لا مش مؤشر بقى بيجي بعديها، درجة اتحرارة علية درجة اتحرارة علية درجة اتحرارة علية هنا وهنا لكن عندي مفيش دقاء في التنفس أو عاملية تنفس.' ог Leyه أنا ب legal بتούμε الكورونا كحة جافة وفي ضيق في عاملية التنفس مافيش رشح وعطس بشكل كبير زي مثلThe سوى الاحاسلية المشكلة إن الناس عندها عارف انت هس هس أي حد يكوح اجري ويتص Ashlo en 5 وفي ناس تانية محتاجة فعلا تصل مية وخمس وشفيني تصل مية وخمس فاحنا برضو نرجع ونقول بهدوء ونفكر بهدوء ونفكر موضوع بسيط كلنا حنقلق نلعب في جهاز المناعة فممكن ان احنا سهل او ان احنا نتعرض لأي فيروس بقسمك من الكورونا اي حاجة تانية عندك حاجة مهمة برضو كنت عندك في النسبة للكورونا اعرضها من 2 إلى 15 يوم ده ممكن يبقى مدة المرض بتاعته يبقى المرض الخاص بالكورونا مدة المرض بتاعه بتقعد من 2 إلى 14 يوم اه يعني المريض يشتكي من 3-14 يوم بأعرض الكورونا لا ممكن ما اشتكيش اه ممكن انما على عكس التاني ده خلال ساعات تزرع عليه الاعراض يعني من 2 إلى 14 يوم ممكن بتزرعش عليه اعراض المريض الكورونا يعني فترة طويلة جدا بعد 14 يوم تزرعي بعد 14 يوم قبل 14 يوم يعني فترة طويلة جدا عشان تبدأ نقول فيه اعراض للكورونا يعني بياخد فترة طويلة جدا انما الانفلونزا ممكن خلال 20 ساعة خلال ساعات تلاقي في ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة حاجة تانية مهمة حتى برضو عشان انا عارف موضوع درجة الحرارة ده شوية عامل لابس شوية قال لا ده الكورونا بيبقى عالي درجة الحرارة لا ده الانفلونزا بيبقى عالي بصوا حضر ده الانفلونزا احنا العالم كله عنده الجهاز المناعي عنده معلومة ان الانفلونزا موجودة يعني بمعنى انت لما بتتعرض الانفلونزا السنادي اللي هي السلالة اللي موجودة السنادي بتتكون مناعة جزئية فيه مناعة جزئية تكونت ضد الانفلونزا تماما لما بيحصل اصابة تانية من الانفلونزا ممكن ما يحصلش ارتفاع في درجة الحرارة ممكن ما يحصلش ارتفاع في درجة الحرارة ممكن تعدي وممكن تبقى انتفاع طفيل عشان كده ممكن توصل الحرارة في الالفلولزة تسعة وتلاتين والجسم بيتعامل ليه؟ لأن في هذا الوقت بيعمل فايتينج مع الفيروس أما في حالة الكورونا ممكن الحرارة تبقى تمانية وتلاتين وممكن بيكونش تمانية وتلاتين ولسه الجسم بيبدأ يتعرف على الفيروس لأنه ده ريسلت انفكشن أو انفكشن لسه جديد على الجهاز المنع حاجة أخيرة إذن النهاردة الكحة مبلغم سواء كان البلغم ده أبيض أو متغير لأنه دي مؤشر أنه دي مش كورونا مؤشر دي مش كورونا حتى برضك عشان خاطر انت ذكرت الجزء الحساسية الكورونا والإنفلوانزة بتسيب الجزء غالباً بتسيب الجزء السوفي من الجهاز التنفسي إنما من كان حاسية الحاسية الأنف بالذات يعني طبعاً إنما التاني بتسيب الجزء العليم واختبال حضارك إذن كان إلى جانب أن نادراً نلاقي ارتفاع في درجة حرارة في موضوع الحساسية إنما التانيين بلاقي فيه مرتفاع في درجة الحرارة إذن عايزين نستطمئن بقى مش كل شو واحد يكوحه حيجري بقى وإحاق وكورونا الهسس اللي إحنا فيه ده إحنا في الوقت ده في المرحلة دي تمشيهم مع الدولة وإحنا مشيين خطوة خطوة إحنا أهم حاجة الهدوء في هذا الأمر الوعي الكامل في هذا الأمر الاحتياط الكامل في هذا الأمر ليه؟ لأن مش معقول هيبقى لو فرضنا لو فرضنا لفأي أسرة فيها واحد مصاب مش معقول هيبقى عنده واحد مصاب وبقيته الأسرة في هلع صح حتى كده مش عارفوا تصرفوا من المرحلة صح أشكرك على الهدوء وخليتنا فكر بالرأة إن شاء الله في نهاية فقراتنا الأولى من هذا بنهايب عنكم أحب أشكر الدكتور محمد راشي للإستشار الحساسي والمناعة إن شاء الله رأفكرك بس الأسبوع الجاي بالداتا إن شاء الله هل نعمل حاجة نشوف القصة لأنه ممكن نكتشف حاجة تانية خالص هل في علاقة بين نجلة الحرارة وبين الكورونا هل في علاقة بين نوع الجنس والكورونا هل في علاقة بين البيئة المحيطة والكورونا كل ده محتاجين ومالحلقة اللي جاية ونجيب الأرقام ونبتدي نخش فيها بتعمق أكبر شوال مزني الله أشكرك للمرة التانية تكون محمد راشي تشارح سيئو المناعة خليه بقى نتكلم عن الفقرة التانية والفقرة التانية بعنوان الجوافة إيه الجوافة؟ يعني نتكلم عن المناعة فاصل ونوصل